السؤال بعد هذا يقول اشتريت سماعة من على الانترنت من صفحة رسمية للشركة البائعة على أساس أن الشركة في أمريكا فوصلت السماعة من الصين واكتشفت أنها تقليد وليست الأصلية أقل في الجودة بكثير وبإمكانات أقل والويب سيت أيضا تقليد ومزور سألت بعض ذو الخبرة بالبيبال فقالوا الحل الوحيد تدعي عدم وصول السماعة فبيبال ترد لك الفلوس ثم ترد السماعة للغشاشين الصينيين على نفقتك إن شئ بما توجه بارك الله فيك هل السؤال بقي؟ نعم الويب سيت تقليد وشبيه جدا بالأصل والسماعة تقليد طيب الأصل عدم الغش وأن من وقع في غش صار له الحق في خيار العيب أن يرد السلعة وأن يسترد ماله ومبلغ علمي أن خيار العيب موجود في السلعة التي تباع وتشترى عبر مواقع الشبكة العنكبوتية فإن كان هذا متاحا فليستعمل خياره في الرد وينتظر إعادة المال إليه ولو استغرق ذلك وقتا يصبر على هذا الوقت فهذا أسلم الطرق وأيسرها وأكثرها شرعية أما إن كان ذلك ليس بمتاح ولا بمقدور وكان الغبن واضحا وكبيرا والغش بينا وجليا فلمن وقع في مظلمة أن يتحيل لاستخلاص حقه حق فقط التحيل لاستخلاص الحق يعني مشروع إذا أمن الفتنة وأمن العقوبة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لعله يقول لم تصن السماعة أي السماعة الأصلية التي تعاقدت عليها واشترطتها ففي هذا الطعيد قد يكون مخرجا لكن لا تعجبني كلمة ثم تردها إن شئت لا إن هم لهم عليك حق جاءتك سلعة ولو كانت مغشوشة فلابد أن تعزم وأن تقطع بأنك ستردها وعلى كل حال وازن بين نفقة ردها وبين استبقائها وشراء سلعة أخرى من موقع موثوق وعمل في هذا وذاك بقاعدة تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين وأسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يوفقنا وإياك لما يحبه شكرا شكرا شكرا